مساء الخير و أهلا وسهلا بكم من وريني دايماً أسرة القناة العالم من ومعات أتمنى لكم يا رب دايماً الصحة والخير وتكونوا في أحسن حال ورمضان كريم على الجميع طبعاً معنا خبر النهاردة ويمكن تكلم عليه أغلب الناس أو ناس كتيرة جداً تكلمت عليه لأنه طبعاً الخبر ده حصل هو كان على الهواء يعني كان بس مباشر زي ما احنا شايفين قدامنا كده يا حبيبي مديرة الوكالة الدنماركية طبعاً سقطت على الأرض مغم عليها كان بصراحة وكانت مغفتة جداً جداً مش عارفين إلا حصلها وما أصلاً ما يعرفوش إلا حصلها بس في ناس بيقولون هي أغم عليها كانت حصلها فقط في توازنها يعني اختلت توازنها وأغم عليها تقريباً في حاجة أو هي مثلاً بتعاني من حاجة أو عندها مرض أو كده ما يعرفوش في إلا حصلها يعني بس طبعاً هما كانوا في مؤتمر صحفي هي ومدير الوكالة الدنماركية وكانت طبعاً هي كانت يعني كتوقفة على بال ما مدير الوكالة الدنماركية بيلقي كلمة يعني في المؤتمر وفجأة طبعاً وسط اندهاش الجميع يعني الناس كلها اندهاشت أن هي وقعت فجأة على الأرض أغم عليها ما يعرفوش إيه السبب طبعاً ولا يعرفوا حتى إلا حصلها هما فجأة كده بصوا الأغم عليها أغماء على الهواء مباشرة طبعاً نفتت أنظار ناس كتيرة جداً جداً وبسرعة الناس اللي كانوا في المؤتمر جروا عليها عشان يشوفوها ملها بس الحمد لله طبعاً تحسنت حالتها عند الأول وطبعاً قدموا لها الإسعافات الأولية قبل طبعاً ما الإسعاف تيجي عشان تغنقلها يعني المستشفى وكده طبعاً زي ما احنا شايفين كده الناس كتير هتلموا حواليها وعملوا لها الإسعافات الأولية رفعوا لها رجلها كده الفوق وعشان يعني هي كان مغم عليها وكده وطبعاً يعني بصراحة مش عارفة يعني بصراحة حصل مش عارفة إيه اللي حصل لها بالضبط بس كان يعني فقدت توزنها وعم عليها زي ما احنا شايفين كده ده خبر طبعاً منتشر جداً جداً انتشر جداً في الساعات اللي فاتت ديت عشان يعني يمكن أول مرة تحصل عليها ومباشرةً أن مديرة الوكالة الدنماركية يعم عليها كده فجأة أثناء مؤتمر صحفي مش عارفين كمان إيه الأسباب اللي حصلت لها ولا إيه اللي حصل لها آآ وكمان طبعاً يعني لفتت أنظار الناس كتير جداً اللي كانوا في المؤتمر طبعاً راحوا جروا عليها بسرعة عشان يشوفوا ما لها هي اللي حصل لها وزي ما احنا شايفين معانا كده حبيبي آآ أغم عليها فجأة وهي وقفة آآ آآ وهي وقفة جنب مدير الوكالة الدنماركية آآ طبعاً ربنا يشفيها يا ربو آآ وطبعاً نقلوها على طول المستشفى عشان بردو آآ نقلوها القسم الطوارئ عشان يعرفوا هي عندها إيه بالزبط أو بتعاني من إيه بالزبط وده كان الخبر بتاعنا نهار دا حبيبي أشوفك على خير يا رب إن شاء الله في خبر جديد باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة